أريد أن أعطي جوالك لأحد أو تبيعه وخايف على الأشياء الموجودة على أن يسترجعها لدينا الحل في الفيديو، أشياء ستبيعه وأنت لا تطمين، تابعنا موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في أصل السيف ومن أكثر الأسئلة التي تأتيني أكثر لوقات، كيف أستطيع أن أمحي الأشياء الموجودة على الجهازي وأضمن أنه لا يستطيع استرجعها إذا أبيعت الجهاز، إذا أهديت الجهاز وإذا أعطيت الجهاز أي أحد الفكرة ما لا يوجد فيها، دعونا أوضح لكم شيء مرة بسيط في البداية تعرفوا أن هناك مكان وطاولة، وطاولة أضطيت عليها صور الصور هذه هي الصور التي أخذتها في جهازك، والطاولة هي القرص الصلبة الموجودة في جهازك الكمبيوترات كيف تتعامل؟ والسعة التخزينية كيف تتعامل مع الصور؟ إنها تبقى عندها الكمبيوتر يوم أن تتمحي الأشياء، فأنت لا تستطيع أن تشاهدها، ولكن يستطيع أن أحد يأتي ويعثر عليها من جديد فأحسن وسيلة أن تتمحي كل شيء أن تغطيه مرة ثانية بطبقة جديدة أو بصورة كبيرة المهم أعطيكم الخطوات بكل بساطة، بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء، المعلومات هي تنطبق على كل الأنظمة التشغيلية وأي شيء موجود عندك في الحياة في قرص الصلب لتضبط الموضوع، يجب أن تفعل إعدادات المصنع، إعادة تأهيل الجهاز وتطبيطه لإعدادات المصنع، فأنت دائما تذهب للإعدادات العامة وتشوف مهما كان موجود عندك جوالك، تجد شيء اسمي إعادة الضبط أو الـ ريستورين، الـ يجب أن تذهب للموضوع إذا تجد إعادة الضبط بيانات الشركة المصنية، لما تختار الأمر هذا، تقول أن تقوم بأمسح كل شيء على الهاتف وضبط الأمور من إله سيمسح كل شيء موجود على الهاتف، ولكن ليس هذا الهدف الذي نصله قمت بإعادة الضبط المصنع، أرجع تشغيل الجهاز، أرجع مرة ثانية وضع البيانات أول بول كأنك مشتريه توقع بأول مرة إلى ما يشتغل معك بالكامل، وإحرص أنك لا تعطي بريد إلكتروني لمرة هذه ماذا يريد لك؟ يريد لك الجهاز نفسه، ويجب أن يكون لك شهن كهرباء لا تستخدمه، ونستطيع أن نقول لليوم القادم بالكامل ترجع تشغيل الجهاز من جديد، ترجع تعمل الإعدادات، دعنا حتى أختار لغة العربية، تدل على أساس الضبط كل شيء كما نبيه تضع التالي عندما يطلب منك شبكة هاتف وشبكة جهاز، إذا أنت تقدر تعدى هذا الموضوع بدون، أوكي، عديه بدون وشغل الجهاز بدون أي حاجة دعوه فقط يشتغل كما هو، يعطيك حتى الاسم الأول، الاسم الثاني، لا تعطي أي معلومات وصلنا الآن للقطة الأساسية، الآن نحن موجودون الجهاز المفروض أن يصار له فاكتري ريسيت، ما هي كل شيء موجود عليه، طبعاً الآثار موجودة يسترجع الشام من عليها ببرامج احترافية فأنت اللي عليك تفعله، شغل الكاميرا، ولا شغلت الكاميرا، حول الكاميرا للنظام الفيديو، أضع شاحن، أشبك الجهاز، شغل تسجيل فيديو، دعوه يسجل أي شيء أسود يعني الآن حطيتك الكاميرا محطوطة على الأرض، فالصوت يتسجل، ولكن الكاميرا محطوطة بالشكل هذا، والذي يحدث هو أنه يسجل المساحة التخزينية الموجودة على الجهاز إذا فضت البطارية، لا يهم لأنها مشبوكة على الكهرباء في نفس اللحظة، فالبطارية لا تفضل أبداً، وسيستمر في التسجيل إليه لا يملي السعة التخزينية بالكامل وهذا الهدف من الشيء الذي نفعله، أنه يملي السعة التخزينية بالكامل، ثم تقوم بعمل الضبط المصنع، ثم تعرف أن جهازك مستحيل أن يستطيع رجع منه صور الأشياء القديمة لأنه نعود إلى موضوع الطاولة، وضعنا فوقها طبقة كاملة، فإذا الشخص حاول أن يسترجع شيء من الطبقة هذه، لا يسترجع شيء من الأشياء الأولى التي حدفت لأنه تم التسجيل عليها، هذه أحد أهم الأشياء الأشياء التي يريد أن تراعيها، إذا كان هناك كرت ذاكرة، أو موجود فيه جوالك، فأخذ الكرت الذاكرة من جوالك قبل أن تفعل العملية هذه وأيضاً، يستخدم الشاحن الأصلي الذي جاء مع الجوال، وإحرص أن الكاميرا تسجل على نفس السعة التخزينية التي في الجهاز لا تفرق معاك إذا تفعلت العملية هذه بأي دقة تصوير، إذا تفعلت العملية هذه وحطيتها على منظر السماء، لا تفرق المهم أنه يسجل سعة التخزينية بالكامل بعد إعدادات المصنع بحيث أنه لا يبقى أي مساحة خاصة أو فاضعة، لأن المساحات الفاضعة يمكن أن تكون هذه مساحات كان عليها صور أول أتمنى إن شاء الله أن الخطوة هذه تساعدة من أن نمحي كل المعلومات موجودة من الأجهزة التي لدينا، وإن شاء الله سنكون في أمان دائب بإذن واحد أحد